موسيقى 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 حياكم الله مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع عراءكم وتعليقاتكم بالمواضيع اللي نطرحها في كل حلقة بداية أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل بنا على واحد من ذن الأرقام عدكم ذن الرقمين من داخل العراق من زاخو إلى الفاوت تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة بأي دقيقة من دقائق البرنامج أما الأرقام اللي ثلاثة تشوفوها جوهنانا ذن عدكم من داخل العراق من خارج العراق على حد سواء تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج فإذا عدكم خمس أرقام للاتصال أما هذا الرقم غير مخصص للاتصال فعذروني إذا ما أقدر أستقبل الاتصال على هذا الرقم عذروني إذا ما نقدر نستقبل رسالة صوتية على هذا الرقم فقط هذا الرقم مخصص للرسائل يعني تكتبونا رسالة تكون متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم مقتدى الصدر وجماعة التيار الصدري والسراية جيش المهدي أوه 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 اليوم أكو مصدر أمني يقول إنه ميليشيا مقتدى الصدر أعلنت النفير العام وهذا النفير العام بين صفوف كافة مقاتليها ببغداد والمحافظات بحجة وجود تهديد أمني هدى شوفوا هذا الفيديو اللي طالع هنا اللي دا شوفوه طالع بهالفيديو هنا نفير عام للتيار الصدري أنا بس ردفتهم إذا التيار الصدري عنده كل هالإسلاح الجيشي شعندي وعندنا فيديو إن شاء الله نعرض لكم بلاوي الأسلحة اللي موجودة به زينهو أعلنت النفير العام نتيجة وجود تهديد أمني بحسب المصدر تلقت ميليشيا الصدر معلومات استخباراتية تفيد أن تنظيم داعش سيشن هجمات على بغداد وعدد من المحافظات الأخرى مشيرا إلى أن الأوامر التي تلقتها ميليشيا الصدر تقضي برفع الاستعداد واليقظة إلى أعلى المستويات وانتظار توجيهات قيادتها العامة ويأتي أعلان النفير العام في وقت تشهد فيه عدة محافظات حملة استهداف للناشطين بالتظاهرات بعد تهديد مقتدى الصدر للمشاركين باحتفالية اتحاد الأدباء بالنجف المنددة بجراء مقبعات الزرق ضد المتظاهرين ولتبرير التحرك العسكري لاستهداف الناشطين دعت صفحة صالح محمد العراق المقربة من مقتدى الصدر وجود معلومات عن مخطط لاستهداف المراقد ببغداد وكربلاء والنجف أكو تهديد أمني من داعش لهالسبب مقتدى الصدر طلع ويقول احنا نريد أن نقلل هذا التهديد الأمني وعليه احنا نريد ندافع قل لي من كانت أكو معلومات أنه أكو تفجيرات راح تصير ببغداد واللي على ضوءها صارت تفجيرات ساعة الطيران تفجيرين مواحد واللي على نتيجة هذا التفجير راحوا ضحايا وشهداء وصاروا مصابين نتيجة هذا التفجير الغاشم ما تحركت حضرة جنابك حتى تقول أنه أكو تهديدات أمنية شنو السر اللي تحركه والسرايا وجيش المهدي ومقتدى الصدر شنو السر هالتهديد هذا زين أنت بالعير بالنفير على ما تطلع أنت اللي تسوي نفير عام هو أنت منه؟ الجيش وين؟ قيادة العامة لقوات المسلحة وين؟ قوات الأمنية وين؟ سوات وشرطة اتحادية والفرقة الذهبية ومسميات قيامة الله ما شاء الله ذني كلهن قاعدة بس مقتدى الصدر اليوم هو اللي دي دافع عن البلد شفناك شلون دافعت قبل وشافوك الشعب العراقي لما نطلع التظاهرات حتى تطالب لهم وبحقوقهم وبباب البرلمان شفت باليوم والييلة شلت الخيمة وطلعت أنا بس أرد أسأل سؤال الكياظمي وين؟ ورئاس تركان الجيش وقيادة العامة لقوات المسلحة المراتب العسكرية ترى والله عندنا جيش عمره أكثر من مئة سنة مئة واحد والله حرام اللي دي يصير حرام اللي دي يصير بإهانة لسمعة هالجيش وسمعة هالبلد شتشمم قمع راكبلي على بيكا ويطلع ويقول أنا أريد أحمي البلد زين يا أخوي تريد تحمي البلد عندك الحدود اللي بيصير بها تهريب من نيران ولا وتما تقدر تحكي يا إيران عندك المنافذ الحدودية ويسوريا اللي دي يتهرب من أدهى الإسلاحة الإيراني ها همينا رجعنا لإيران همينا ما يقدر يحكي يا إيران عندك المطارات اللي ها همينا راح نرجع لإيران أنا أعتدر ما يقدر جاي على العراقين تقولهم أكو تهديد أمني هي الاستخبارات العراقية إجاها إخبارية أنه راح يصير تفجير يقول والله إحنا ما صدقنا عبالنا داي لعبوني أنا عبالنا واحد ضايج ودزلنا مسج وقال أكو تهديد أمني راحهم بيها عشرات عشرات وهم ما شفناك بوقت هي بطل تويتر مارف مارف شيريد زيان بالنسبة أنه أنت أعلنت النفير العام نتيجة أكو تهديد أمني قل لي والناشطين والمتظاهرين والأبرياء العراقيين اللي داي هدد أمنهم مو المفرض أنه نوقفوا إياهم شو قلت من يمك تقول أكو تهديد أمني وتعلن النفير العام ولما نطلع واحد يحكي على قبعات الزرق وكل الدنيا شهدة قبعات الزرق شو سوت والضوج وتهدد أنا أريد مصطفى الكاظمي هذا ويني أنتو شنو أنتو أردفتهم هذول اللي جودة يحكمون العراق شنو لا أنتو يرهم لكم بيدق برقعة شطرنج لا يرهم لكم لعابات يلعب بكم لا يرهم لكم قادة لا يرهم لكم سياسيين ما يرهم لكم غير شغلة واحدة بس زعاطيط السياسة لأنه اللي دا تساوه تزعطط أردفتهم شنو منصب مقتدى الصدر اليوم بالعراق اللي يعلن النفير العام مثل ما شفنا بالفيديوات وشنو علاقته هو يعلن النفير العام لأنه أكو معلومات استخبارية تقول أكو هجمات هيتش البلد هيته وأريد ذاك الثاني يطلع لي وأريد يبين لي ويقنعني ليش هو ساكت أحجي على كاظم يعني عبد الرزاق من بابلو يا نحياك الله السلام عليكم شون ساد أفل أهلا بك أخويا الله يبارك بك ويحضرك إن شاء الله عليكم السلام ورحمة ولكرامة مفضل أغاتي الساد أفل بالنسبة الصوت يرجع عليه الساد أفل إذا تسمعني نعم تسمعني؟ أسمعها كل جزيلا الساد أفل بالنسبة للميليشيات والعدم الانضباط مالتها هذا حتى صار الشومة ما تقول استهتار على الدولة نعم إذا ما يكن أقول ربط وربط من قبل الدولة وماك متابعة من قبل الدولة فعني الخشية ماتي بإنه راحوا يطاولون على الدولة يعني إحنا إحنا مو الدولة جاهد لي تحمينه يعني صراحة غير إحنا إحنا عايشين بشريعة الغاب وشريعة الغاب يا ساد أفل يعني القانون يضيع بيه فحتما لما يكون قانون الميليشيات يقوم تصرح وتمرح بكيفه يعني ما يشوف يعني باركة أمل إذا بقت الوضعية على المنوال هذه بإنه البلد يعني يعني متجه للمصير المجهول يعني للمصير المرعد فنسأل الله أن يحفظ العراقيين كلهم ويجمحهم ويدفع لهم كل بلاء وكل مكتوب تحياتي لك ساد أفل حياك الله خويل عزيز شكرا لك لاتصالك بنا أخونا عبد الرزاق يقولي العراق اليوم يعيش تحت شريعة الغاب شريعة الغاب والله أحسن يا أخوية لأنه حتى بشريعة الغاب نعم هي القوي ياكل الضعيف لكن حتى بشريعة الغاب القوي ما ياكل الضعيف إلا لما ينفرد إلا لما يطلع من القطيع ومن الجماعة المشكلة حتى بالغابة القطعان الدافع عن بعضها تلقي كل قطيع مملكتها الخاصة بي أكو اللي هو أقوى من عنده وأكو اللي صيد وفرايس ومعرف شنو هاي هاي شريعة الغاب لكن اليوم بالعراق حتى ماكوا واحد يدافع عن واحد أكو بالعراق اليوم واحد يبيع واحد اليوم اللي دا يصير بالعراق قام المواطن ما يأمن حتى بابن عمه وما يأمن بجيرانه وما يأمن بالشارع وما يأمن بابا المحل لأنه أكو مخبر سري وأكو ميليشيات وأكو ميليشيات ما يعرف هذا المن يتبع يتبع السراية، يتبع بدر، يتبع العصاية، يتبع الكتاية، يتبع فوق التسعين ميليشية ما يعرف اللي قباله وين المن قام يخاف يحكي وقام يخاف يتعامل وقام يخاف يسالف وقام قام يخاف من كل شي فحتى شريعة الغاب أرحم اليوم بالعراق أكو شريعة جديدة اسمها اسمها شريعة أميركا وإيران أميركا جابتهم لنا وبرقعتهم بروسنا وغصبا ما علينا رضينا بهم وهي أميركا نفسها اللي سلمت هالبلد هذا الإيران وطلعوا ذول اللي جابتهم أميركا هما بايعيها الإيران أصلا نفس الفلكي قاعدين يفترقوا أما منو جابهم لأميركا واللي جابوهم لأميركا بايعيها الإيران منو دا يدافع عن إيران هما منو دا يطفلوس لإيران هما منو دا يصرف على إيران هما منو دا يخفف الحصار الاقتصادي على إيران هما فعليا يعني العراق الحصار الاقتصادي اللي صاير على إيران العراق والعراقي هو اللي دا يخفف عليه بس المشكلة أنه من المفترض أنه إحنا نتحكم بهم من المفترض من المفترض أنه أنت اللي فارض رأيك عليه من المفترض أنه هما يساوون اللي إحنا الريدة بس إحنا نطيهم فلوس ونطيهم نفط ونطيهم ما عرف شنو نطيهم استيراد ونطيهم كل شيء ونستورد من قدهم الإيدز ونستورد من قدهم الدول الفاسد ونستورد من قدهم المواد الغير صالحة للاستخدامهم البشري ونستخدام من قدهم الكبسلة وما عرف شنو هالس والف ونستورد من قدهم المخدرات هما يأخذون الأملة الصعبة وفاتحين مصارف إيرانية بأسماع إيراقية بالعراق وأكو من دا يأخذون تقاعد إيرانيين هما بالعراق بالمقابل هما اللي فارضين رأيهم علينا أبو فاطمة من النجف حياك الله الله محييك سهلا فتحية لك وكافة الأخوة هلا بيك أخوة وزيادة على ما تفضلت الاستثمارات المبطنة باسم العتبات كلها في إيصالح إيران مبطاة يعني بغطاء على أساس للعراقيين وهو في الأصل للحرس الثوري يعني معروف حتى المشاكل الآن بين الحدود بين المحافظات يعني كل محافظة النجف ومثنى وكربلا معروف هذا الشي يعني يسببون إضافة إلى المشاكل الطائفية مشاكل بين الطائفة نفسها في العراق نعم تحدثون أخي عن الماليشية مقتدى الصدر أليس كذلك نعم دخلت متأخرا على الحلقة نعم 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 أخي من شرطة من جيش من رئيس وزراء نايم ما أدري هذا بالقمار لو موجود دي يشوف إيج دي يصير يعني على أي أساس الآن هذه المركبات العسكرية نازل شنو ذولا ذولا ضمن الحشد زين الحشد هو المفروض يروح يدافع عن الحدود العراق مو يجي يقتل الناس بالنجف وكربلا لا إذا هما أبو فاطمة إذا أريد نحكي بلغتهم خلينا نصير بقويه ونحكي بلغتهم إذا ذول العربات والآليات العسكرية فهي تاب على الحشد فمن المفترض أن الحشد ما يؤتمر بأمر مقتدى يؤتمر بأمر القائدة عامل القوات المسلحة يعني يقول لك أكو قانون دمجنوي القوات المسلحة نعم صحيح نعم نعم صحيح كلامك مضبوط وهذا دليل كما قلت لك أخي أنه أقولها بصراحة أن رئيس وزار مجرد طرطور ترى في العراق لا يحل ولا يربط ولا يعرف أيش على أساس لأنه في البداية ألو عماد ما عماد ترى أنا ما أسمحه وكذا وكذا هذه الأمور البسيطة طيب هذه أمور تهم أرواح الناس وينك أنت وين وزير الداخلية شنو أنتوا يعني خراعين خضرة قاعدين هذا المجرم مقتدى بالحنانة يطلع يصدر عبر التويتر أخي تهديد مباشر يعني هذا المفروض يجيبوه ويعذبوه مثل عذبون الناس مساكين في سجن الحوت بتهمة الإرهاب هذا يقول الآن إذا ما يتدخل الجيش على أساس يعني هو الآن يخفف ما يتدخل الشرطة نحن راح نتدخل بطريقتنا الخاصة يعني شنو قتله الآن موجود ثلاث مساكين اليوم مقتله أو شخص عماد مادرين قتله أو بعده من الناصرية يعني قتل مباشر وعلني لأن ما في قانون أخي فأسأل ما في قانون ولي يقتل يدخل من الباب ويخرج من الشباك حتى إذا يعتقلوهم يطلعوهم وفعلا تم قبل فترة إصدار عفو ترى بدون أن يعلن طلعوا كثير من المجرمين في جيش المهدي وغيرها موجودين كل واحد يعني يأكل به سبع أيام فذول أخي المجرمين ومع ذلك أخي أفل يعني إحنا ما دام رجال العراق والشباب العراق ماذا يخابون الموت ولا يخابون التهديدات فعني بالنسبة لي رغم هذه المآسي والآلام إحنا يعني رفعت راس المتظاهرين والثوار لأن هؤلاء جبناء فعلا أثبتوا أنهم جبناء بمعنى الكلمة لأن يخطفوا شباب هكذا عز الأذرياء مسالمين شاعر ألقى قصيدة في النجس زلزل الأرض تحت أقدام هؤلاء جبناء ولا تغضب يعني عيونهم والعراق وقولها في النهاية أخي أفل والقناة رافضين ما تقبلها علي ولكن هذه حقيقة ترى مقتدمه عراقي آل الصدر ليسوا عراقيين عراقيين بالاكتساب لذلك تشوف ما يهم قتل العراقيين وليهم مصلحة العراق المهم مصلحته فلوسه في لبنان وفي دبي وفي لندن وغيرها نعم شكرا شكرا إليك أبو فاطمة أبو طاها من بغداد حياك الله يا أبو طاها حيو السلام عليكم أستاذ أفل عليكم السلام ورحمة ولكرام أستاذ العزيز حيا خاص لك ولا تناك رافضين الشريفة حياك الله أخويا أستاذ أفل أنا بس سؤال هاي سريع السلام اليوم من السعر تعرضت البغداد وين كانت الداخلية وين كانت الدفاع ما شافوا هاي سيارات ومليان مسلحين ويستعرضوا البغداد وما حد يدرم على عينكم حاجب إنها الوضعية هاي وين رئيس الوزراء وين وزير الدفاع وين وزير الداخلية خليستقلوا بذولة ثلاثة ويخلون الأمور كلها محال الأراق بسيد مختدة هو يعمر وينهي ويقتل ويعبد ويزن ليش بعض مخلل يرحيس وزراء ورئيس جمهورية ورئيس فرلمان ووزير الداخلية ووزير الدفاع المن مخللهم الأمور كلها بسيد مختدة وبينيان شنو هذا سيد مختدة هذا إنسان مجرم ويستحق الإعدام بساعة التحريد يستحق الإعدام بأنه هذا يسؤول على آلاف مؤلفة من الناس الأبرياء لانقتله الفين وستة والفين وسبعة مثل ليش المهدي وهذا سيطلع عنا يومية قال سيد مختدة ورشحت فلان انت منو انت؟ منو انت؟ شنو ما صبغتك في العراق يا أخي انت خجو الدين التهيب الدين مالك ولو الدين بعيد عنك كل شي ما تفتهم بالدين فالأسجة أتحدى لها آية في القرآن ويفسر ليها كل شي ما يفتهم بالدين جاب روح هذا في السياسة دمر العالم الليجانيات باقي يجي يحتصن بالخضراء أربع تيام أخذ لي جمطة والدولارات ودار وجهه وطلع شنو الوضعية هاي وين الحكومة اللي تحاسبه هذا المفروض أوقف أمام القضاء هو أن أدعى أمامة الرسول الأمام اللابسة هاي أمامة الرسول وأمامة الإمام علي بن أبي طالب سلام الله علي إن يدعوا أمامة ويحاكموه كمجرم حرم القادة الجماعية سوى بالعراق هذا دمر العراق حطما شمك سينات تبصر بغداد وكل مسلحين وما حد يحاكيهم وراحت الحكومة نا الأمم المتحدة وراحت هيقولوا هاي شنو هاي الصرعية بالعراق وكاتبين انتخابات وانتخابات هاي بطلون حسواري فاي القديمة تعبوان سنليان من عدهم نا أربعة سنية واحد حماية ورا ويكتر بغداد ومالكة وبالحنانة ومحكمة خاصة عدة يحكموا كيفه وقعدوا كيفه ويستخدر عفو الجيش المهدي بكيفه وين صاير هاي بها دولة يعني بكل دول حب الصوم والمصائر حت صفغان الإنسان والمصائر حت تجيبوكي ما صارك نا ولا صايرة بكل دول العالم بس عندنا بالعراق نا 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 تصير هاي والله ما تصير نا واهي شكرا 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 لك أبو طاها أعلى شي من واحد يقول لي مقتدع يقول إذا ما يدخل الجيش رح ندخل بطريقتنا الخاصة ليش دا تخيل إننا وإحنا دا نتفرج على فيلم بعركة جوارين عركة جوارين ببيناتهم الأبو هات شانوا أصدقائه قبل فيقول لي إذا ما تلزم ابنك عني طرى رح أدخل بطريقتنا الخاصة لك بابا دا تتعامل ويا دا تتعامل ويا قونيات بوتيتي والله ما دا قفتهم المهم فاصلك سير شوفوا الفيديو اللي بيو نحشي بعد يوم موسيقى 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 مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وعشرون الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلت سات موسيقى 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 هو القرآن سراي السلام الأرد السريح في محافظة البشر49 الجهوزية الكامة لأي أمر طارد يحاول أن يمس العراق وأرضه ومقدساته وسماحة السيد القاعد مقتنى الصد موسيقى لبيك لبيك سيدي مقتدر انصر الاصلاح وزعيل الاصلاح بالصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صلي على محمد وآلي محمد وعجد 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 ونحب عنه وانصر ولده مقتدر 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 يا الله يا محمد يا علي يا مهدي انصرنا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر والله العظيم نانسي قنقر 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 حياك الله نانسي قنقر نانسي قنقر الميليشيات نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر السلام عليكم حقيق سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفتنة وكتطائف محشد هذا حالي محشده هذا الغول خيرون فتح نانسي قنقر نانسي قنقر